السلام عليكم ورحمة الله اليوم درسي اللغة العربية للصف الأول المتوسط عندي الإملاء الجزء الثاني التاء المبسوطة والتاء المربوطة رح نشرح صفحة سبعين القاعدة وإن شاء الله على الفيديو اللي يجي أنحل التمرينات التاء الطويلة المبسوطة هي تاء تقع في آخر الكلمة وتلفظ تاء واضحة في جميع الأحوال وتكون في الأسماء والأفعال والحروف على السواء وهي على نوعين من أصل الكلمة وليست من أصل الكلمة التاء المربوطة هي تاء تقع في آخر الكلمة تلفظ في درج الكلام تاء واضحة وتلفظ عند الوقف عليهاها يا معيني خلينا نشرح التاء المربوطة والتاء المبسوطة التاء الطويلة يسموها شي سموها المبسوطة يعني هاي التاء الطويلة المبسوطة خلينا ناخذها هي تاء تقع في آخر الكلمة معيني هي تاء نقول له هي تاء هي تاء تقع في آخر الكلمة يعني إلا بآخر الكلمة هي شلش اسمها التاء الطويلة المبسوطة اللي هي تجي مبسوطة من اسمها مبسوطة يعني هذه التاء المبسوطة تقع في آخر الكلمة يعني بآخر الكلمة وتلفظ تاء واضحة في جميع الحالات وين تكون تكون في الأسماء وين نجدها نجدها في الأسماء والأفعال والحروف نجدها وين؟ بالأسماء والأفعال والحروف زين؟ مثليش الأسماء؟ خلينا ناخذ الأسماء مثليش؟ مثلاً عدي بنت بعد بيت بعد كوت هذه الأسماء أكو أسماء مفردة يعني هسا هاي مثل بنت هذا شنو؟ هذا اسم مفرد بيت هذا اسم مفرد بعد عدي كوت هذا اسم حضرموت هذه هم اسم بعد عدي مثلاً بالأعلام العلم أسماء العلم الأعلام يعني شنو؟ مو كل علم علم مثل عدي علم زيد ماكو لكن أكو أعلام أجنبية مثل عدي جالوت وغيرها هواية أسماء أعلام أجنبية بعد عدي بجرع المؤنث السالم مثل عدي فاطمات هي أصلها فاطمة مدرسات بعد نجدها في ضمائر في ضمائر الرفع المنفصلة مثل عدي أنت أنتي هذه نجدها قلت بالأسماء اللي خاصة بالأسماء زي هسا ناخذ الأفعال خذنا أولا الأسماء هسا أثنيا الأفعال الأفعال أما أن تكون من أصل الفعل أو من ليست أصل الفعل يعني شا أقول؟ أقول نوعين من أصل الكلمة وليست من أصل الكلمة يعني أكو تا من أصل الكلمة أصلية ما أقدر أحذفها وأكو ليست من أصل الكلمة أمثليش من أصل الفعل الكلمة ويقول كلمة الفعل من أصل الفعل يعني ما أقدر أحذفها إذا من أصل الفعل من أصل الفعل مثليش؟ مثل أدي صمت سك سكت يعني هذه أصلية ما أقدر أقول صم ما أقدر أقول سك هيتي ما أقدر زين ومن وليست من أصل الفعل ليست من أصل الفعل يعني أقدر أحذفها هنا ما أقدر أحذفها بس هنا أقدر أحذفها مثليش؟ عدي مثل ضمير التائل الفاعل مثل كتبت كتبت هي أصلها مكتبة أقدر أحذفها كتبت عدي تاء التأنيف الساكنة مثل عدي جاءت هي أصلها جاءة أقدر نجحت وإلى آخر زين هذه بالأفعال أخذنا الأسماء والأفعال هسا راح نأخذ ثالثا اللي هي بالحروف ثالثا في في الحروف زين في الحروف مثلا عندي ليتة هاي لمن تفيد التمني أولاته هذاني يسموهن حروف أكو أيضا حرف عطف ذكر يعني أكو حرف عطف بيها عدي ليتة أولاته هذاني حروف مشبهة بالفعل ليتة ما أقدر ليتة ما أقدر أحذف التاء زين هسا خلصنا التاء المبسوطة نجي حاله ثانيا هي التاء المربوطة التاء المربوطة التاء المربوطة عدي هاي هيش تنكتب تاء وعدي هيش تنكتب هاي سموها تاء مربوطة تلفظ في درج الكلمة يعني هي تاء نقول تقع في آخر الكلمة وتلفظ في درج الكلمة تاء واضحة ولما نقف عليها ألفظها ها يعني شاقول وهي تاء وهي تاء تقع في آخر الكلمة تلفظ في درج الكلام تاء واضحة ألفظها وتلفظ عند الوقف ها عند الوقف عليها ها خلينا ناخذ أمثلة ونفتهمها مثل عندي فاطمة فاطمة عدي هذه كل اسم مفرد لفظة تاء مربوطة مثل عدي خديجة هاي لفظة تاء مربوطة وأيضا بجمع التكسير مثل قضاة يعني المنقوس أصلها قاضي زي هسه يجيني السؤال يقول لي شو الفرق بين التاء المربوطة والها شو الفرق السؤال ما هو الفرق بين التاء المربوطة والها أسه عدي هاي التاء المربوطة والها هاش تنكتب وهذي ها زي مثلي اش عدي ادي مثلا هذه هاي ألفظها شنو آخرها ها هذه ادي مثلا حيا تاء مش ألفظها حياة ألفظها تاء عدي مثلا وجه مش لفظتها ها زي يعني شنو الفرق أقول له من أحرك الكلمة يعني حسب الحركات اللي أعرفها آني هاي عيني التاء المربوطة والتاء المبسوطة وشن الفرق بيناتهم قلت لكم إن شاء الله على الفيديو اللي يجي راح ناخذ التماري وإن شاء الله التوفيق موسيقى